مرحب مرحب يا إلال أهلا أهلا كي ملا السلام عليكم ورحمة الله سعالة وبركاته مرحبا بكم في قناة بيت أمريان فيديو جديد إن شاء الله كانت من تكونوا كلكم بأفضل الأحوال ورمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم لخير وتقبلوا الله منا ومنكم صالح الأعمال وأتمنى لكم ولي المزيد من التقوى والإيمان ديك الطبيلة على هذا البارح اللي شاركت معكم البارح مساليتش صوبت غير ببيتزا وهدو كالطبيبتات كانوا بقي اللي عمرتهم درت لهم واحد شوية ديال طناشي غيش حرتو هكا مع بصيلة ودرتو عمرتهم بيهم صافيوزت العسر ديالتشين معا خيزو فاليومي إن شاء الله غادي نشارك معاكم هاد سويس رولي أو كيك رولي اللي بدون دقيق كتحت ترغيب البسكوي وغا نشاركها معاكم هنا ياخديت هديرها 400 جرام ديال بسكوي غادي ندوز باش غادي نوجدتك باش غادي نعجنها فأخديت هنا كاس ديال الحليب عبرته بكاس العنبة 80 جرام ديال الزبدة ديال العبارة ودرت ثلاثة دلمعالق متوسطين عامرين بالقهوة السريعة دوابان أو نيس كافي غادي نديرو فوق النار كي ماشتو غادي ندو بديك الزبدة وفي نفس الوقت كي غادي داك الحليب وكتدو بديك القهوة يعني كيتمزجو هاد ثلاثة ديال المكونات باش غادي نديرها في قلب داك البيسكوي هدي بالنسبة لعشاق القهوة فاكت جي بنينة وغزالة غي جربوها مهم غادي نخوي دبا غادي ندير بالمعلقة لأنه بقي سخون وفي التالي غادي طبيعة الحال غادي نحيد المعلقة وغادي نكمل بيد ديال كن نجمعها كنحسو بيها بحلالها بدت كتتقصح كتبرد معاركو معارفين الزبدة معها كتبرد كتشد راسها مزيان مهم كن نجمعها بما كتشوفه وكان نجرب أن العجين تمسك مزيان هانتو ما تشوفو يعني دا بصافي غادي نحيد داك هاد البلاستيك هدا وغادي ندير البابي كويسون كنمسح أكيد سطح العمل وغادي ندير فيه دي كلابات او داك البيسكويت وغادي مقنطلقهم زيان هكا بتلك الفيديو راه شرح راسي يعني ولو أنني أنا سنهضر راه يعني فيديو باين في كل شي فاكن تلقوك ما كتشوفو وغادي نقاددوك الجناب أكيد ما غادي قرش هكاك غادي ناخد واحد السيكين وغادي نحاول أنني نقطع دوك الجينيبات هكا باش يجيني مستقيل مقادد وهادوك اللي كانوا اللي نردهم الواسط باش غادي نعود نطلقهم بكلاك ما عادي كلابات غادي يعني غاين يتقاددو في الواسط وغايا 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 نكا نقادد بكلاك عرفت صورة ني كان قول زيان ما كان زرب باش نحاول أنني نجيب عن الوقت هو هذا أراكم عارفين وأكيد عندكم أنا كان نوصي نفسي وإياكم أننا ضروري نقرأ القرآن فكنت هنا ياراني كنت كان راجع شي شوية باش كان هكا الوقت يعني ضروري خصنا نخرجوا الوقت ماشي نبقوا غير الكوزينة غير شغال غير شقة فضروري هذا الشيء هذا صراحة خصنا ضروري نوضبع لقراءة القرآن وشكولي وكنتمنى أنكم تقولوا لي في التعاليق فين وصلتوا في القرآن بالنسبة الناس اللي كيختموه فا ما غديش نقول لكم ده بحتا تنقول لكم مرة أخرى فين أنا وصلت مهم كان نقرأ وفي نفس الوقت كان دير مراجعة لأن القرآن راكم عارفين كي تفلت أشدو تفلتا يتفلت كما ستفلت العقول من الإبيل راكم شوني دهنتها بالشكلات إلا كانت عندكم نوتيلا ممكن تديروها أنا درت غيش شكلات مدهوب وزد لي واحد دانون ديال شوكولات هنا يا خديت واحد غير شوية ديال هذا جبلي ودرت فيه شوية ديال السكر وكاس ديال الكوك وكيما شترني خلطهم وسمحوا لي أنني ما كملتش معاكم الوصفة ولكن هني تنقول لكم شنو درت لأن كنا كان هدروا على القرآن المهم ده بقى أنا هنا يراني تنسيحها أو تنوزعها فوق دك الشوكولات صافي مبعد مما كملت غادي نروليها غير وأكيدها كي يساعدنا دك البابيك ويصورها عمليته هو هاتوا ما كتشوفوا أنا كان نرولي وكن حييد الكاغير في نفس الوقت وكن نضغط يديها باش كتماسك دك البسكوين صافي هنا يا مبعد مما قديتها غادي نروليها مزيد ونجمعها بالكاغير وغادي نحطها في تلاجة وغادي ندوز باش ننصوب معاكم واحد تحلية اللي كتجي رائعة تحلية اللي كانوا طيبين نقيتهم وقتعتهم وجوج تفاحات ودرت هنا يطروا اللارب ديال العسر ديال الحامض درتهم في الخلاط وطحنتهم عندما كتشوفوا التحلية كتجي غزالة وكتجي كريمية وزبينة مهم كنحاولون نغيره مرة مرة هكا كان بقى نشارك معاكم اكا شي تحلية اللي مهم نغيره درت هنا البعاد المعلقة كبار دير سانيدة وغادي ندير كذلك البعاد المعلقة ديال الميزينة وغادي نحركهم اكيد مهم كل شي بارد من بعد كنديرهم على النار وكان بقى نستمر بتحرك باش ما كتتعقدش ديك اللي انشاكتها بالتحت وكتتكور او كتتتحرك فكان بقى مستمر بتحرك فيها سافي مبعد مما كنحس بها انها قادت كنا نحيدها من فوق النار ما كتطلع ديك الغليه انتون هشوفوا سافي كتبقى هكا غادي نضيف لها هاد الدانون او بيرلي هادا الى كان عندكم دانون ديال الحامضرع مزيان ولكن عندكم فانيتا هو مهم ان عندي هاد بيرلي هادا زيتولي هادا كريمي كتعطيها واحد كيعتا واحد لقوز وانتا هو وفي نفس الوقت قلت لكم هادا التحلية هادا كتجينا كريمي هنا بعد ما حل ركتو سافي خطيس هادا الكوبوس هادو اللي قادي ندير فيهم نسيت ما قلت لكم اش دا كل مره فاش درت فيهم تحلية هادا كيسانة دور اخديتهم غير في المحل ديال كي دير تخفيضات ديال خلص الدرام ستب بست مياد ريال 200 ريال الكاس مهم زوي ونينتا تجي فيهم تحلية زوينة وحتى بنسبة الصلاة في خويتها تجي فيهم وحتى حتى لقلاس لها مثلا درنا هكا غلاس لبولد لغلاس يجي فيهم المهم دفعاني زيت داك الكاس عمرت ستا او داك الكاس اللي بقالية غادي ندير لي ها شوية ديال الزبيب هاد الزبيب هادا راكي يجي زوين ورائع فاتحية هادي مره مره ها كان نقوم نغير وقت لكم ونديروا شي حاجة اللي صحية عمرتها الزبيب غادي نذوق لذا كنت برد هادا كنت برد وصهاب لجد انبه سيوم السويس رولي باش نكمل هادا زيين خرجتها مثلاجة كما كنت شاهروا خرجتها ممتلا جيدا كماك بشاهدو غادي نحيدلا لذا ك البيه كويسون هانتوما عقادة يعني اشتات الرسام زيان اماما عقادة يعني شتات الرسام زيان مع ذك الزبدة بردت غادي نقد لها الدك الجنابات غادي نقطعها زيار بالموز تجيني مقادة و هكا يعني شي حاجة اللي هي سهلة و في المتناول و ضغية كتتوجد و ممكن تديروا لها في الواسط اي حشوة كتب تفضلوا او كتبغيوا مهم ان دك شي اللي عندي درتو ممكن تزيد دفوت المكسارة انا اولا حتى كريمة هكا كريمة شونتية اللي بغيتو هنا خديت شفية ديها الشوكولات اللي راني دوبتو درتو فتاكل ببوش غادي نديرو فوق من ناغي هكا خطوط عشوائية ممكن اللي بغي خلط شوكولات بيد او اسود في نفس الوقت ممكن كراميل مهم انا بما ان الشوكولات فيها الداخل درت لها الشوكولات في الوجه ديها لها من بعد خديت هنا يا عندي هاد لوز مهرمش غادي نديرو لها من فوق ممكن كوكا ممكن اي مكسارات اللي كتواجد حتى اللي بغيتو تديرو حتى غيك دك الكوكول اللي درتو فقلب منها راه كي يجي فوق منها توازوين خديت هاد طريفة دلقرقاع باش نزين بهم كاضافة وكتجي علي هاد الشكل هادا هانتوما وهنا خديت السلسة دل فخيز باش خدي نضيفها فوق ديك التحلية هاد السلسة كتجي خطيرة آآ كنتمنى انكم تجربو هاد تحلية ها دي را كتجي واعره آآ هنا يراني آآ كنكمل معاكم الفيديو في نفس الوقت راني كان حط في الطبلة لان راها آآ قرر بيئدن يعني كان ندير هاكا وهاكا تان آآ شا نقوليكم بحلى راحنا كان نخدموه بالتوصافي والحمد لله الله يجع كل شي في الميزان دي الحسانات آآ هنا يغان ندخلها لتلاجة نخليها تبرد وغادي نوريكم طبعا كيفاش حدرتها مهم انا يا نهراني بقيت غيكا اللي بقف داك الفطور وصافي بقيت ليال بيتزا من البارح هديك طبعا هدي البارح اللي شاركت معاكم في الاول ديال الفيديو ودرت هاد الكيكا ها دي ودرت لهم شوية ديال العاصير ودرت واحد شوية ديال قتلي الحو شوى درت واحد البرايوات غاي درت هكا واحد سيجارات وبرايوات وصخنت ديال البيتزا ودرت واحد ثلاثة ديال ها هما ديال اللي كخيب عمرتهم تماغي بديك الحو شوى كانوا عندي والمهم قضيت وصافي واكيد الفطور راها اكل بقود وكلي زاكسي سوار ودكشي ديال الفطور تميرا وشفي باكيا والعاصير دار اوليها كان هاكتا نزو قط بايلة كان نقطع معاكم باش نوريكم هديك الكيكا كيفاش كاتجي كاتجي صراحة تنزوينة والديدة في الماداق ديالها مواما داك العاصير اللي درت راه ديال تشينو خيزو خيزو اللي كانت تلقوه وديك الحلية بتحنتو بتفاحة وبانانة وصافية تشي اللي كان وغدي نوريكم بتحلية كيفاش جات كان شي غزالة انا نوريكم كاتجي كريمية وزوينة والماداق كيجي روعة بديك اللي فخوي فكانت هدي الفيديو ديال اليوم كانت تمنى كانت تمنى انكم ديروا لايك الفيديو ودعموني في القناة باش هكا الفيديو يوصل للناس ويوصل للمشاهدات وشكرا لكم بزاف واللي اول مرة كيشوف القناة كنقوله فضلا وليس امران اشتركوا دعموني ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وهذا ما كان وحتى فيديو جهة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة